نروح لملاف السوبر الافريقي النهاردة كمان هتغادر بعثة فرائقنا للمملكة العربية طبعا السعودية استعدادا بقى لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري وكمان يعني اللي وصل قراضي السعودية مبارح استعدادا للماتش خليني أقول لحضراتكم ماتش البعض بيشوفوا أنه ممكن يكون سهل لكن في حقيقة الأمر فيش حاجة اسمها ماتش سهل أبرا حتى وإن كان أرقام الأهلي الكريم في حتة تانية خلص الأهلي يعني 8 مرات فطبعا ده فارق كبير جدا طبعا عن المنافس لكن في نفس الوقت برضو ده الماتش اللي بيطلق عليه ماتش بطولة فما فيش حاجة اسمها ماتش سهل وماتش صعب يعني بطل دوري أبطال إفريقيا بتتكلم أنه هو حيواجه بطل الكونفيدرالية فلقاء أكيد خارج الحسابات والفريقين عاملين حساب يعني لبعضه كل واحد أكيد هدف فوق اللقب وده هدف مشروع وطموح مشروع عند الفريقين من ضمن كمان أهداف الأهلي خليني أقول لحضراتك وحصدوا لقب قاري جديد عشان تقليص الفارق بينه وبين ريال مدريد ده اللي بنأمل لي كمان في عدد طبعا الألقاب القرية يعني بتتكلم هنا بلغة الأرقام تحديدا 29 و35 29 و35 ف29 و25 عفا الواحد بس ومن كتر الأرقام عايزة بس أقول حاجة كمان وهنرجع تاني نأكد عليها عشان كلمنا فيها مبارح تحديدا الناس كتيرة كانت بتسأل الأعداد الموجودة دلوقتي والتذاكر تم الإعلان من السبت اللي فات عن طرحها والأسعار موجودة من 15 ريال مش من 100 ريال من 15 ريال لغاية 1000 ريال ده عدد أو ده سعر التذاكر اللي حابب أنه يحدد طبعا من المصريين أو من الأهلوية يعني هذه المباراة وده ويلهمهم طبعا بيكون بالمجاني لأن دي ناس كتيرة حاب أنها تحضر وقلنا الكلام ده بكده الجاليات أصلا الجالية المصرية تحديدا في السعودية عددها كبير جدا الألين أبدا على الأهل هناك أكيد هايبال عدد كبير وأكيد هتكون مباراة قوية جدا كلنا عاديين مستنين ومنطي يعني بنسرقب ونشوف يا طرح يعني هيحصل إيه مع نهايتها وإن شاء الله تكون نهايتها لصالح النادي الأهل